يغمر الأسواق الزحام عادة في موسم التخفيضات لكن مؤخرا ومع ثورة مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت مقاطع صادمة من حول العالم لما تسببه هذه التخفيضات من هوس وقد يؤدي لتحول السوق إلى ساحة حرب الفائز فيها من يجمع أكبر قدر من المشتريات سواء كان يحتاجها أم لا بحجة أن سعره لقطة آخر هذه الفيديوهات ظهر من السعودية وتم تداوله بشكل كبير جدا للمزيد ينضم إلينا من الرياض طاها الصافي مختص في التسويق صباح الخير أستاذ طاها نسيت صباحك طبعا احنا شفنا انتشار هذا الفيديو وهو كما ذكرنا ليس أول فيديو العديد من الدول لما نسمع كلمة تنزيلات يكون فيه زي يعني هوس حتى في أمريكا لما يكون عندهم مثلا بعد فترة الكريسمس بلاك فرايدي في أوروبا الناس تصطف بالطوابير عشان تشتري الأشياء بسعر يعتبر مغري انت تشوف هذه حالة يعني سببها تسويقي انه محاولة الشركات التسويق لمنتجاتها أما هو فقط هوس الشراء لدى الناس بحجة أن السعر مغري أولا العروض طبعا هذه التجارية اللي بتصير بتصير في كل مكان والظاهرة اللي نحن شفناها في السعودية زي ما اتفضلت هي ظاهرة عالمية موجودة في كل دول العالم التاجر هو الهدف منه أنه يوفر بضاعة ويبيحها حتى يستفيد منها بأكبر شكل ممكن يحاول يعمل عروض تجارية مختلفة ينزل أسعار أو يعمل يعني العروض مختلفة حتى يضمن المنتج أو البضاعة حقه تمشي المستهلك هو في حل من أمره إذا رأى ارتأى أنه هذا العرض مناسب بالنسبة له يشتريه لكن غالبا الناس يعني تنجرف خلف العروض التجارية وتشتري الأشياء اللي هي بعضا في كثير من الأحيان ما تحتاجها طيب لو نتكلم كمان عن نقطة جدا مهمة مسألة استغلال بعض التجار هوس الزبائن أو هوس العملاء بشكل عام في الشراء يعني احنا نناظر مشاهد مش فقط بس في السعودية إنما عالمية كما تفضلت لكن الحاجة مدى حاجة العميل لهذه الشغلة يعني أحيانا يأخذوا أشياء فقط لمجرد أنه عليه تخفيض بينما هل هو على نفس مقاسي هل هو مناسب لي خامته كيف يعني ما فيه أبدا أبدا تدقيق مثل ما يدقيق لما يكون مو عليه خصم وش السبب برأيك يعني هذه الثقافة الثقافة مجتمع وليس الثقافة التجار أما التجارة ثقافتهم موحدة في العالم كله هو يحاول يبيع البضاء اللي عنده ويغري العملاء حتى يشتروا بشتى الطرق بأسلوب العرض هذا كذلك أحد أساليب الجذب الأسعار أحد أساليب الجذب استخدام الرقم السحري رقم تسعة وعدم ذكر الرقم يعني اللي هو الراوندد فقر كذلك أحد أسباب الجذب أي وهذه يعني هذه على فكرة يعني علميا هذه تزود المبيعات بنسبة 24% يعني أجريت دراسة على بضاعة بسعر اللي هي مثلا 30 ريال وعلى بضاعة نفسها في محل آخر لنفس الشريحة بتسعة وعشرين كان فيه فرق 24% نسبة زيادة على استخدام الرقم تسعة ولكن المستهلك للأسف هو اللي يعني أنا ما بقول يقع ضحية لكن هو اللي قرر أنه يشتري ويعني ما أحد أجبره على هذا الشراء لكن المفترض المستهلك سحيانا تكون مقصودة يعني من قبل بعض التجار صح؟ إيش اللي مقصود؟ مقصودة أنه مثلا يكسر الرقم يخلي ما يخلي رقم مثلا زي ما تفضل تلاتين ما يخلي تلاتين يخلي تسعة وعشرين طبعا طبعا هذه أحد التاكتكس التسويقية ما في شك هذا يعني أمر مطلوب وصراحة لا يلام يعني التجار بشكل عام لا يلام ولأنه هو فتح البزنس هذا للتجارة والربح لكن المستهلك أنا رسالتي اللي بوصل لها أن المستهلك لابد يكون على درجة عالية من الوعي وهو يكون حذر ميته يشتري ميته ما يشتري أنا شخصيا مثلا في أيام العروض ما أنزل السوق لأنه نعارف أن المغريات عالية جدا وحطر أشتري شيء أنا ما أحتاجه فبالتالي يتجنب النزول للأسواق في هذه الفترة طيب كويس نخلينا نكمل إذن النصائح للعملاء عفوا في فترة التنزيلات إيش نصحهم فعلا كلهم يتجنبوها ربما ينتظروا أن تكون هذه العروض أونلاين مشكلة المقاسات يعني أنا أتذكر فيه مرة كمان كده صار فيه هجوم وكل واحدة بس أخذت شيء ومسكته وبعدين صار فيه تفاوض جانبي طيب أنت عندك مقاس 38 أنا عندي 36 يعني تنصح مثلا بهذا الأسلوب ولا إيش والله يعني هو يعتمد طبعا المجتمع شرائح مختلفة وكذلك التاجر يأخذ بعين الاعتبار يعني شرائح المجتمع المختلفة ذو الدخل المتوسط والمحدود ذو الدخل العالي وهو يختار الأوقات اللي يعمل فيها عروض اللي تتماشى مع القدرة المالية للمستهلك فدائما تلاقي العروض عند نهاية الشهر لأنه عند أثناء نزول الرواتب أو عند قرب موسم أو عند انتهاء موسم لتصريف بضاعة فالمستهلك يعني أنا هذه الحاجة الأساسية اللي أنا أرجع أكد عليها هو يحتاج طبعا فيه فرص تكون ممتازة جدا وهذه المصلحة المستهلك يعني العروض يستفيد منها الطرفين المستهلك ويستفيد منها التاجر التاجر يصرف بضاعة ويعمل أرباح ترى بنشوف مناظر أشنع من هذه خصوصا قبل رمضان بسبوع بنشوف نفس المناظر هذه بس بالسوبر ماركت الضخمة يعني سريعا عروض رمضان مثلا على سبيل المثال ليش نصائحك لهم؟ السنة هذه صراحة الشركات يعني سبقوا كذلك حتى السوق وبدوا من الآن عروض رمضان مع أنه باقي على رمضان شهر لكن الأفضل الواحد ينزل بدري يعني قبل الزحمة يتجنب أوقات الزحمة فيه أوقات ذروة يتجنبها يعني مثلا إما ينزل في الصباح ينزل في آخر الليل يتجنب الوقت اللي هو من العصر إلى الساعة 10-11 في الليل هذا وقت يكون يعني مزعج صعب تسوق فيه البضاعة تكون منتهية يضيع كثير من وقته ويكون فيه نوع من الاستفزاز والاستثارة في المحل نحن نشكرك من الرياض طاها الصافي مختص في التسويق شكرا جزيلا لك